يقف العالم مشدوها أمام ما تفعله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في اليمن فلا هي وفرت أبسط الخدمات في مناطق سيطرتها ولا هي تركت اليمنيين يديرون مشاكلهم لا هي أوقفت حوثنتها للدولة أو فساد سلطتها أو استحواذها على المال العام ونهب أملاك الناس وسلبها لحرياتهم ولقمة عيشهم وتكميم أفواههم أو استحواذها على المال العام ونهب أملاك الناس وسلبها لحرياتهم ولقمة عيشهم وتكميم أفواههم ثم تحياة معطلة وتنمية متوقفة واقتصاد منهار وأوضاع معيشية تنخر العظم وشعب شردته الحرب وضاقت به الأرض وبلد يتفكك أوصالا ووضع مراوح لا يقدم ولا يؤخر ومستقبل يضيع موت وخراب ديار ضج منه العالم بأسره فيما الميليشيا لا تبالي بعذابات أحد كأن قلوبا على أقفالها جربت معها كل الحلول لإعادتها إلى جادة الصواب حوارا وحربا لكنك أسمعت لو ناديت حيا وأخيرا فرضت الهدنة وسكتت الحرب وضربات الطيران وفتح مطار الصنع وميناء الحديدة وتدفقت سفن المشتقات وتهيأ العالم للسلام وما تزال الميليشيات اشتريط وتعرقل وتتعطش للحرب والدماء وسلاحها الإيراني ما يزال يتسلل بحرا فيما كل اليمنيين على أعصابهم بانتظار سلام كغريق يتعلق بقشة في خضم من هائج لتتبخر كل الأكاذيب الحوثية ويتكشف وجهها القبيح عن حاطب ليل أدمن إشعل الحرائق واتضح للعالم أن تذرعها بالعدوان والحصار مجرد شعارات زائفة تستغلها لترسيخ سلطتها ونهب الإيرادات واستوسيع ثرائها في الوقت الذي يتذور ملايين اليمنيين جوعا ووجعها تتراكم الأزمات أمامها وتتوسع موجة الصخط حتى من داخل صففها ولا تقدم حلا فقد تضاعف النهب منظم للإيرادات العامة والإيرادات الضريبية والجمهركية للمشتقات عبر ميناء الحديدة وبيع النفط الإيراني المهرب وتزايدت جباياتها على التجار وبحسب التقديرات بلغ إجمال الإيرادات لعام 2022 التي نهبتها 2 تريليون و300 مليار أي أضعاف إيرادة الدولة لعام 2014 فضلا عن وضع صحي منهار وعودة أمراض وأوبئة تخلص منها اليمن وموظفون ومعلمون بلا رواتب وأكثر من مليونين وخمسمائة ألف طفل خارج مقاعد الدراسة بسبب النزوح وصعوبة المعيشة وحوسنة التعليم وإصدار لوائح غير دستورية ومدونات سلوك تتنافى مع القيم الجمهورية واختطافات وقمع للحريات وتدهور مفزع لحقوق الإنسان وفيما يتنام الغضب الشعبي في مناطقها لا تملك إلا استخدام القوة والبطش والاعتقال لكبت الأنفاس كأنها قادرة على إسكاة الوجع المتفاقم فيما حقائق التاريخ تؤكد لها أن سيل الشعب حين ينفجر لا توقفه أي تقوة وللناس رب يمهل ولعل ما جرى في صنعاء وغيرها من حراك شعبي سواء في المساجد لطرد خطبة فرضتهم الميليشيا الحوثية أو كتابات غاضبة في الجدران أو انتفاض الأهالي ضد نهب الأراضي في مناطق عدة أو الرفض العارم لمدونتها السلوكية أو منشورات ناشطين في وسائل التواصل خرجوا عن صمتهم ليؤكدوا أن حاجز الخوف قد كسر وإن غدا لناظره قريب